اشتركوا في القناة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاءا من كل دا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه ثم أما بعد أيها المشاهدون الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومع برنامجكم الأسبوعي دنيا المؤمن وحديثنا في هذه الحلقة المباركة سيكون حول الحج والعمرة وبما أننا في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة التي قال الله تبارك وتعالى عنها الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب والحج من الناحية اللغوية هو القصد إلى معظم وهو القصد أيضا لأداء هذه العبادة إلى مكة المكرمة لأداء عبادة الطواف والسعي والإحرام والوقوف بعرف استجابة لأمر الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض معلوم من الدين بالضرورة أي معناها لينكر الحج هذا يعتبر كافرا أما من اعترف به كرق ولكن لم يؤده فهذا يعتبر مؤمن عاصي كما جاء في الشريعة الإسلامية والله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم وفي فضل الإنفاق في الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفق في الحج كالنفق في سبيل الله الدرهم بسبعمائة وهو فرض كما أسلفنا على كل مسلم ومسلم ما بالغ عاقل مستطيع واستحب المبادرة بأداء هذه الفريدة متى توفرت الاستطاع للحديث عن هذا الرقن وعن هذه الشعيرة العظيمة فريدة الحج استضيف الأستاذ الشيخ محمد العيد حرة أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي شكرا برك الله فيك سيدي هناك كثير من الناس سوف يذهبون إلى الحج وهو على مقربة بعد أيام إن شاء الله يبدو يروحوا للحجاج كذا هل من نصائح وهل من توجيهات قبل السفر تسديها إلى هؤلاء الحجاج الحمد لله رب العالمين لا وهي الحج حج بيت الله الحرم وهؤلاء الحجاج الذين يتجهون إلى هناك عليهم أن يستعدوا ماديا وبدنيا ونفسيا وماليا للحج ودينيا ودينيا نحية العلم نعم وهذه هي تقريبا شروط الحج التي وضعها علماؤنا الكرام قالوا بأن للحج خمسة شروط وربما ما وضعها أكثر أو أقل أولا الإسلام فلا حج على غير المسلم باختصار الإسلام فلا حج على غير المسلم ثانيا التكليف الصغير لا يحجون وإن حج البلوغ البلوغ الصغير لا يحج غير مطالب بالحج وإن حج فهو نافلة والأجر لمن أخذه يعني والده أو أمه أو المكلف به يعود له الأجر والحرية وهذه الحمد لله كل الناس أحرار نسبة لنا العبودية ما بقتش انتهى والله أنا عندي ملاحظة في قضية الحرية بين القديم والحديث ربما أنفصلوا فيها شوية نعم سيدي نعم كثير من الناس من إشعارها هذه ممكن تدخل في الاستطاعة ولا تدخل في الحرية نعم أنا ممكن حتى الحرية ندخلها فيه نعم اللي يراه ما لقاشي كما نقوله بصبر وحاب يروح وكذلك وحاب يجيبها بطرق أخرى أنا نقول هذا هذه داخلها في الاستطاعة وداخلها حتى في الحرية أنك أنت ماشيك حر تو بش تتنقل بش تمشي للسعودية كما تحب ومناش تتحدثوا على الحرية كأكل عبودية والله واحد يملك واحد أنت تو هل أنت حر معناها تقدر تزروحك وتروح للسعودية على أساس أنها بلد إسلامي أو كذا وتؤدي معناها الفريدة مش ممكن إذن هنا تدخل بالإراك ماشيك حر ربما الحرية كما قلت بين القديم والحديث القديم كانت عبودية نعم والآن كانت قوانين كما واحد المرة واحد يحدث فيها على صلاة الجمعة من شروط صلاة الجمعة الحرية أيضا قالي أنا نخدم نخدم عدة الدولة وعلى السياس وفي وقت الجمعة قلت لأنت رك مشيك حر نعم هل أنت حر لا قال لي نا كيفاش منيش حر قلت لأ لا ما تفهمني شي خطأ الحرية اللي تقصدها أنت أنا ما نقول لشرك عبد لغيرك ولنما أنت عبد للدولة نعم عبد للعمل للوظيفة للوظيفة للدولة ولا غيرها نعم للوظيفة أنت توقيع لك أن تخرج وتخلي المؤسسة هذه ويوقع حاجة هل تعاقب طريقة أو تحرق أو غيرها نعم وبالتالي ما لا حبيت نوضح القضية هذه هل ما عندك من توضيح الأستاذ في قضاء والله والله للعلماء أسقطوا الجمعة بالنسبة للجمعة أسقطوا الجمعة لإنسان اللي عنده عمل مهم كالطبيب كالممرض كالحارس أنت أنت مسؤول عن هذا الإنسان يحرص هذه المؤسسة ولا يوجد حارس غيره تسقط عليه الجمعة لأنه ربما ذهب سرقت بعدها أو اشتعلت أو احترقت أو سقطت أو وقع فيها شيء فهو المسؤول عن هذا قانونا وشرعا ومن أجل هذا قد يكون المفهوم الذي ذكرته يدخل في جانب الحرية والعبودية فالحرية أو العبودية في الصابق كان في مملوك شخص يعني إني كان العبيد سوق النوخ خاص إلى آخره كان يشتري إنسان شخص عبد ويملك ويستره فهذا لا يحق له أن يحج إلا بأمر سيده وإن حجه فحجه مقبول وهو أثم ولكن عليه حجة العمر حجة الإسلام إذا تحرر وأصبح غر لنفسه تصبح واجبا في حقه الحج أما مدام عبد الحج في حقه غير غير واجب ساقط عليه لكن الآن تختلف الأمور فأمام هذه الظروف التي نعيشها وهناك الآن دول وقوانين وحدود وجوازات سفر وإجراءات إلى آخره فنحن وهتقيد الحرية أي نحن التولى لو مثلاً في البقاء المقدسة المملة العربية السعودية برمجت أنها الأمات المقدسة تستقبل 2 مليون حاج وإذا بنفتح المجال ويصبح 20 مليون أو 10 مليون أو 8 مليون فهو اكتظاث كامل ولكن توقع حوادث توقع حوادث توقع أمور توقع كلا إلى خير والإثم على من تسبب فيها وبالتالي الحرية الآن الحرية الآن مقيدة بالقانون العالمي الموجود بين الدول بين الجزائر والسعودية بين تونس والسعودية بين السعودية والدول الإسلامية التي ستأتي الحج ونكتنظيم كل دولة لها عدد معين فإذا زاد هذا العدد قد يحدث ما ليحمد عقباه لكن رغم ذلك بعض العلماء يقولون منهم الشيخ الحسن الدد وغيره يقولون بأن هذه الشرط كلها وضعية لاعتبار لها فمن وجد الراحلة والقدرة والاستطاعة والمال والنفقة يذهب إلى الحج والباب مفتوح للجميع بشرط يضعون شرطا واحدا وهو أن تكون الحج الأولى حزة الإسلام هذه لا بأس قال لك لا بأس نصرح فيها لكن كثير من الناس نراهم بأنهم يشترون جواز السفر ويتخذون وسائل عديدة وغيرها من أجل حجة ثانية وثالثة فهذا الحقيقة لا يصح لا يصح نحن في حجة التطوع هنا الآن هناك اكتظاظ هناك اختلاق القوانين هناك إمكانيات في السعودية قد لا تكفر الحجة إلى آخره وبتلل من حجة حجة الإسلام فلا يحق له أن يشتهد من جديد ويشتري جوى السفر أو الفيزة هذه السياحية أو غيرها ويذب الحجة بأي طريقة أو طريقة التخفي إلى آخره لكن الحجة الأولى وخاصة من سجل في القرعة عشر أو خمسة عشر مرة وتقدم به العمر وأصبح مشتاق للحج ولم يجد حل فهذا بالنسبة إليه لا بأس وافق العلم عليه لكن الآخر لا الآخر لا لا يحق ولا يصح هذا منه والوضع السياسي العالمي الذي نعيشه أمام قضية فلسطين يعني لربما ما نعطيه للحج ثمانين تسعين مليون مئة مليون ثماني الحجة نرسلها لأهل غزة للجهاد في سبيل الله لجهاد اليهود أنا في نظري في نظري الضيق البسيط أرى بأن هذا أفضل من من حجة ثانية وليست حجة أولى حجة العمر من حجة التطوع لأن الحجة الأولى فرض والثانية تطوع أنا أرى بأن أفضل من حج التطوع فهذه الأموال تذهب إلى غزة لتحريرها ولإنقاذ المرضى والمجروحين والمحتاجين ولبناء البلد بعد ما دمرت من طرف اليهود وغيرها أنا أرى بأن هذه الأموال تصرف أو تنفق في هذا المجال أحسن وأفضل من أن حجة بها حجة ثانية ربما للتباهر ربما للتفاخر ربما لتكرار الحج إلى آخره فأنا أرى بأن هذا أفضل والله أعلم إذن بعد الحرية نقول الاستطاعة وهي القدرة وهي معروفة الاستطاعة وهي وجود الراحلة والزاد بالنسبة والصحة إنسان يكون يستطيع يتحمل تعب الحج صحته تسمح صحته تسمح أن يكون إنسان هرم كبير السن متعب يحتاج إلى العلاج أكثر مما يحتاج إلى الأكل فهذا ممكن يتعب ويسقط عنه الحج وأن تكون عندك المادة كلفة الحج النفق وغيرها لأن يذهب إنسان يذهب متعفف يكفي نفسه خير ما يذهب يسأل الناس إلحابها أو يطمع في فلان أو علان أو يؤدي مناسك الحج وأيام الحج وهو شبه طاوي جائع والراحلة قبل نجاوز النقطة هذه هناك ناس هو مثلا الكفاية التعاعة تعل الحج عنده مثلا هو يروح مع البعث وياكله لكن ما يخليش له له معناها النفقة على الشهر هذه البشي قاعدة هذه وين يخلي لهم حد شي ويش تقول في القضية هذه والله هذا إنسان معتدن على حق عائلته إذا لا يوجد مدخول للعائلة بعدك إما مرتب إما محل تجاري إما مزرعة منتوج أو مصدر أو إمرأة موظفة أو مدخول مهما كان نوعه يؤمن نفقة العائلة بعدك فأنت ظالم لهذه العائلة و يعني أذنبت وحجوك مقبول لكنه كمقل علم غير مبرو حجوك صحيح نقول صحيح مقبول يعني صحيح صحيح نعم القبول على الله حجوك صحيح يعني لكنه غير مبرور أي غير مأجور غير مأجور لأنك تركت برك عائلة ربما يستدينون ربما يجوعون ربما تقع لهم أحدث بعدك لا يستطيعون أن ينفقوا إلى آخره أو يذهبون للسلفة أو الاقتراض أو غيره يعني يتعبون بعدك المفروض أن الإنسان يوجد الراحلة ونفقت الحج ونفقت العائلة بعدها وربما تحضروني قصة هنا طريفة أذكرها إن سمح الوقت لحاتم الأصم رحمه الله جلس ناتا يوم في البيت وبكى فسألته ابنته الصغرى حاتم الأصم معروف يعني ورع وتقي سألته ابنته الصغرى وهي حتى هي يعني فيها صفات من والدها فيها شيء من الورع والتقاء إلى آخره ما يبكيك يا والدي قال الحج أقبل مثل هذه الأيام أقبل الحج قالت وليما لا تحج ما المعنى يعني قال أن نفق نفقة الحج نفقة الطريق قال يرزقك الله تكل على الله قال ونفقة العائلة بعد قالت يرزقنا الله قال وأمك معنى هالأم لابد لها من إقناع لأنها لا تقبل بأن تتركها لا نفقة لها وتذهب ماذا تفعل هي مسؤولة وأمك قالت سأقنعها وأقنعت البنت الصغيرة الأم والعائلة والأخوة وخرج حاتم الأصم حاجا على رجليه له زاد قليل ويمشي خلف القافلة بكريكات القافلة مجموعة من الجمال فيها مجموعة من الحجاج هذا مؤجر وهذا ملك وهذا قافلة مع بعضها وكان يمشي ولها رئيس ولها كالطاهرة ومنظمة وغيرها ورحلة كالوكلة الآن فكان لهم ليست لهم استطاعة مادية يمشي خلف القافلة لاستئناس بشي يتونسوا بالقافلة ويعرفوا الطريق ولكن لهم زاد بسيط ومستقلين عن القافلة فالليلة الثانية أو الثالثة رئيس القافلة لمعلم رئيس القافلة إلى ساعة وعقرب فقالوا من يرقيه من يرقيه قالوا حاتم الأصم في آخر القافلة معروف قالوا هاتوا جاء قرأ عليه رقاه فشفاه الله فأعطاه نفق وقال له نفقتك ذهابا وإيابا وراحلتك ذهابا وإيابا علي عاوضا 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 نفق ذهابا ويبل الحج والراحل يعني الجامع اللي يركب عليه علي فسجد شاكرا شكرا لله وقال وقال اللهم كما دبرت لي دبر لي أهلي اللهم كما دبرت لي دبر لي أهلي فحاكم البلد في البصرة حاتم الأصم يسكن في البصرة حاتم حاكم البلد خرج في الحل وفي العودة أصبه العطش فأرسل وزيره أو رئيس الحرس انتاعه إلى آخره قال له اذهب أنا لا أستطيع المشي الآن تعبت اذهب البلد قريب لأول مسكن أول بيت هاتم النهل مع ذهب أول بيت كان بيت حاتم الأصم فطرق الباب قال الأمير يحتاج منكم شربة ما عطشان المرأة مرت حاتم الأصم لما الأمير وهذا حالنا أخذت كأس من الزجاج ونظفت وما بارد إلى آخره اعتناء خاص لأنه أمير لما شرب وعجبه الماء الله سبحانه وتعالى إذا وضع البركة إذا وضع البركة وضعه في كل شيء يعني حتى المذاق انتاع الماء انتاع بيتك مثلا يكون له مذاق خاص الطعام له مذاق خاص ونكهة خاصة الله سبحانه وتعالى يبارك في الأمور فضاق الماء قال هذا ما له طعم خاص بيت من هذا قالوا بيت حاتم العصام قال رجل رباني والله استحق الله خير أين هو قالوا ذهب إلى الحج قال وجب علينا إكرام أهلي من بعد أخذ الصر بك يا دم الصر ورمعها في بيت حاتم العصام فيها الدناني الذهبي وقال من يحب يفعل مثلي حتى اللي ما يحبش للأمير يتمنق لو يتزلف فأصبحت البيت مملو رقنا من البيت مملو أبي الدناني الذهبية طيب الأم رأت البنت الصغيرة وهي تبكي في زاوية من البيت ما بكي أدنا الخير الحمد لله ربي اغنانا المال كاين شونك واستستحق لي ما يبكي قالت أنا لا أبكي على هذا المال هذا مالكم لكنني أبكي على أن بشر نظر إلينا نظر فأغنانا فكيش ولو نظر إلينا رب البشر الله فالله سبحانه وتعالى إذن يوفر الأمور الإنسان اللي هو مشتاق للحج وأول حج ويوفر له الله سبحانه وتعالى الأمور الراحلة والزاد والنفق والنفقة العائلة والله يدبر له الأمور لأنه مشتاق فعلا إلى الحج لكن يا أخواني نتجنب الحرام نتجنب طرق الفاسدة هذه أو هالرشوة وهالأمور يعني الحج يكون مبرورا يكون نظيفا مما شميعه وصدقني بأن الإنسان إذا كان نيت الحج وقاصد الحج ونحن نعرف شيوخ حتى كهول ونساء يوم القرعة لما يخرج ما في القرعة يبكي ويمر يدون المستشفى اشتياق إلى الحج فهؤلاء الناس مشتاقون إلى الحج ودخلت القرعة كم من مرة ولم يستهلش ربي سبحانه اعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد يعطيك أجر الحج وأنت في بيتك بنيتك لأن النيتك صافية لله سبحانه وتعالى وأنت عاشق الحج من أجل هذا نقول بأن النفقة على العيال قد تكون أفضل من النفقة للحج نفسها قلل من نفقة ما نفقتك أيها الحاج الخاصة بك ووفر لعائلتك فلا تترك عائلتك بعدك تتزلف أو تقترض أو تجوع بعدك ووفر لهم ما يحتاجون وفي الطريق يعطيك الله بالرفيق طيب من الشرط الأخير ربما تكلمي هو بالنسبة للمرأة اللي تحب تحج ولا رفيق لها ما عندهاش محرم لا زوج ولا ابن ولا غيره فيقول العلماء بأن الرفقة الصالحة رفقة الصالحة تشوف مثلا إمام المسجد تاحها زايد زوجته زايد مرأة أخرى من الجيران كذا تكون رفقة طيبة صالحة وتذهب معهم إلى العمر أو إلى الحج وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى ألي وصحبي وسلم بارك الله في أستاذنا وشيخنا على هذه المعلومات القيمة وانتدوحنا في من بين النصايح والتوجيهات قبل السفر على الحاج أو المعتمر أن يقصد بنسكه وجه الله تبارك وتعالى أعطيني لحظة أخرى لم سمحت من النصايح قبل السفر للحج أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح ومعنى التوبة النصوح أن تتوب مما بينك وبين الله وأن تتوب مما بينك وبين العباد لكن الفارق أن العباد أن ترد المظالمات والحقوق لأهلها فمن أكل ميراث أخواتهم ومن غش الناس في البيع والشراء ومن يعني أخذ أموال الناس بالباطل بأي طريقة كانت فهذا عليه أن يرد هذه الأمور وإلا فإن حجه حج شكلي الحج شكلي الحج صحيح لكنه شكلي يعني من ناحية الأجر لا أجر الله تقريبا هذه أيضا من ناحية أخرى قبل أن يذهب إلى الحج بشهر أو شهر يصل رحمه لأنه قد لا يعود أو قد يأتي ويجد بعض الأرحام يقدماتوا بعده يصل رحمه ويودع الجميع ويستسمح الجميع ويعني التوبة لله سبحانه وتعالى ويغثل من أفعال الخير ويغثل من الصدقات ويتحر يتحر النفقه أن تكون من حلال خالص لأنها لله سبحانه وتعالى وأن يؤمن أهله من بعده هكذا تقريبا من أرد الحج نعم بارك الله فيك كما قلنا أولا التقرب نشكر الله سبحانه وتعالى بما يرضيه من الطعات في تلك الأماكن المقدسة ويحذر في كل ذلك من الرياء والمفاخرة والسمعة حتى يسلم من حبوط العمل وعدم قبوله كذلك أنا أرى وهذا أراني نشوف فيه الآن الناس كان عزوف عن التعلم تعلم ناسك وعن العلم والتقرب من العلماء والتقرب من الأئمة تلقى الواحد ريح للحج ولا يعرفوا شيئا عن الحج المهم راه ورايح وخلاص بشي يجيهم بعد ولا بس مش عارف قندورة بيضة والحاج وكذا وليال وليم لكن إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه يفقه في الدين يفهم في الدين معنى ذلك أن الذي لم يريد الله به الخير لم يفقه في الدين نحذر كل الحذر أن يذهب الإنسان وهو جاهل يسأل كين دورات كين يذهب للبس يلقى الدروس يتابع حتى الدروس حتى يكون حجه صحيحا يكون الحج التعه صحيحا وإذا صح الحج أو العمل هذا أو الفريدة هذه فإنها بإذن الله تكون أرجى للقبول لكن لا يمكن إذا كان الحج غير صحيح لا يقبل ما يجيش واحد يقوليني أن ابني تينايا أن يروح وتمدرتش هذيك وربما يخطى في بعض الأركان إن الكار لا تجبر وسوف نتكلم في الحصة القادمة عن الفرق بين الرقن وبين الواجب وبين السنة الرقن لا يجبر لابد من الإتيان به الحج فرض مرة في العمور أركانه إن تركت لم تجبر ما تجبرش واحد يترك الطواف والله يترك السعي من صفحة ولا الإحرام وإلا كذا هذا الحج التعباطل انتهى لكن يستقبل معناه الحج العمل القادم أما الواجبات تجبر بالدم والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت هذا يقول سيد ابن عاشر قد جبرت منها تجبر بالدم عليك هدي والحج صحية والسنن والمستحبات هديك يفوتك الأجر فقط أما هي الحج صحيحة ولكن يفوتك الأجر والثواب قلت سوف نتكلم عنها قلت كثير من الناس سوف يذهبون إلى الحج عدهم بصبير عدهم جوازات سفر ورايح يروح للحج ولكن لا يجلس في حلقة والله يسأل وكيفاش ندير وكيفاش كذا قاعد كان يدير في الحوايج معناها الدنيوية هاو شري هذيك هاو دير هذيك يسأل قداش ندي معي دراهم قداش ندي معي تمر ندي معي الحوايج هذي التي لا تسمن ولا تغني من جوعه وإن كانت ما عليش لكن ما يغفلت الجانب معناها العلمي والجانب معناها الديني بش يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى نشكر فضيلة الأستاذ مرة أخرى على هذه التوضيحات وما زالت عندنا إرشادات أخرى معناها قبل السفرة حين نتكلم عنها في حصة القادمة إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر